يعني كنت الحنجلة يعني وقررنا بس هي شغلة تار هي اللي منعتني هي الدين ايش الدين الدين فلوس الدين اي طيب انا سألت شيخ شيخ جامع طبعا فقلتلي القصة اني علي دين فقالي ان شاء الله بيطال عمر السنة هذه فقالي لا اذا عليك دي ما تطلع فايش حكم في العملية الله يديونا دون مشايخ يفتغون بالجهل شيخنا هم من شو الجواب اللي حكوه اكترهم انا سألت برضو نفس السؤال ايه فقالولي اذا بكون عندك مصاري تغطي بقيمة الدين هذا او اذا باعت ممكن تغطي او في حد يسد عنه لا ممكن تغطي اما اذا فش عندك مصاري تقيمة الدين او فش حد يسد عمه لازم تضل عبر ما تسدهم بعدين تطلع واذا عليك اشي وبدك تطلع تسأل اله اله عليك دين اذا سمح لك تطلع ما سمح لك هذا الجواب الاخير هو الجواب الصحيح مع شيء من التفصيل يعني القضية راجعة الى صاحب المال الذي ادانك اما التفصيل فاذا كان بينك وبين اداء موعد للوفاء وهو مليح على هذا الموعد في الوفاء في هذه الحال مبجوز انت تسافر للعمرة اما اذا قالك ما في عندي مانع ولو حل الأجل وأنت غايم ما في عندي مانع فهينئذن ما في مانع انك تعتمر اصلاقا ولو كان عليك دين لكن بشرط انك انت تعرف انك تتمكن من الوفاء لهذا الدين اذا كتب الله لك العودة سالما فاذا الدائل مش موجود في البلد مثلا كمان مش موجود في البلد طيب الان اذا تركنا موضوع العمرة الان هذا الشيخ اللي قالك لا تروا تعتمر قلت له انت مثل ما قلت لي الان سؤال بس سألت كيف سؤال يعني هل ان مثل انسان على دين بصحل له انه يعتمر او لا قال لا ما نعمل يوضع بس انت هلا حطيت مثل ما بيقول له عصوة في العجل قلت الدائل مو موجود هنا الدائل مش موجود بالنسبة لي ما ليش لذلك عمل لك هل اللي قالك انه ما بيجود انت بينت له ان الدائم موجود هذا هو انت شوف الفرق بين جوابك وبين جوابه هو حكى انه فلان شخص يعني لا على التعيين قال له كذا وكذا يعني اعطى تفاصيل في الموضوع اخرها انه الامر راجل امين لصاحب الدين فانا بقول هلا اذا كان بالنسبة اليك الدائل مو موجود في البلد فهد معنى ذلك انه ما في اتصال بينك و بينه ما في اتصال ها هنا بقى انت بدك تدرس الموضوع انت بنفسك ها الدين اللي بديها منك ليش ما بتعطيه ليش ما بتوفيه لها لانه مش عارف فين هو ها احسنين اذا شو اللي بيمنعك ثو تعتمر لا يخوف مش عارف يعني كيف يعني خايف هل انه مثلا العمر اللي بتدديها هل انه ما بتقبلها بيني او لا مدام يعني انا بافترض فيك احد شيئين والاحسن افترض فيك حسن الظن انك انت لو شفته لو عرفت مكانه كنت سددته ته فمناش خايفه ما رهي بش عاشي لشين درح على ذنين الله ما بيسمعونه لآهل الامرة هلا ما في الامرة ها رأى الوقت ما في مانع بهالحالة ابدا للامرة ما في مانع الا في حالة يلح صاحب الدين لا اسمح لك بالذهاب لانه اذا ذهبت بحل موعد الوفاء وانتي ما وفيتمي طيب اذا كان صاحب اشتركوا في القناة